وللمزيد معنا من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز كريم كيف تنقل لنا أهم النقاط التي وردت في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما من أهم ما تحدث عنه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو ما يمس المواطن بشكل مباشر وهو بالطبع آليات ضبط الأسعار والعمل على انخفاض هذه الأسعار خلال الفترة المقبلة نظراً لتخبطات الأسعار خلال الفترة الماضية وهذا ما تحدث عنه السيد رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه مع رئيس الغرف التجارية وعدد من الخبراء في التعامل مع هذه الأزمة خلال الفترة القادمة خلال الأشهر القادمة ولكن ما يتعلق بضبط الأسعار يتعلق بملف فهام جداً وهو ملف الدواء وتحدث أيضاً عن آليات التعامل مع أزمة الدواء خلال الفترة الماضية نقص الخامات التي يتم تصنيع منها هذه الأدوية ارتفاع أسعار هذه الأدوية تحدث عن اجتماعات مكبرة خلال الفترة الماضية وأيضاً اجتماعات من أجل حل هذه الأزمة خلال الثلاثة أشهر القادمة على أن تنتهي تماماً أزمة الدواء حسب رئيس مجلس الوزراء ولكن لن تنتهي بعد الثلاثة أشهر ولكن ستبدأ بالحل بالفعل خلال الفترة القادمة خلال الأسابيع القادمة إما عن طريق توفير المواد الخام وهذا ما تحدث عنه لصناعة هذه الأدوية وسيكون هناك توفر لتستعين بالمئة من الأدوية الأساسية التي يحتاجها المواطن خلال الثلاثة أشهر القادمة مع العمل على ضبط أسعار هذه المنتجات عن طريق التوافق مع أصحاب هذه المصانع أصحاب مصانع الأدوية بتخفيض أسعار المنتجات أو الأدوية الرئيسية والهامة التي تخفيض تمس المواطن والتي يحتاجها المواطن مع يعني ربما موآمة مع أصحاب هذه المصانع بالموافقة على رفع أسعار الأدوية التي يعني ليست أساسية مثل المكملات الغذائية على سبيل المثال من أجل الوصول لحل وسط يرضي جميع الأطراف ولكن الأهم هو هنا إرضاء المواطن هذه الجزء الخاص بالأزمة الخاصة بالدواء والعمل على حلها أيضا الجزء الخاص بالتعامل مع أزمة الكهرباء خلال الفترة القادمة على أن تنتهي كما ذكرتم في الواحد والعشرين من يوليو أي الأحد القادم ولكن الأهم هي آلية التعامل مع الخطة التي تم وضعها لحل الفرق الفجوة هي أربعة جيجا كما ذكرتم خلال الصيف القادم وعن طريق إنشاء المحطات الخاصة بتوريد الكهرباء عن طريق التعامل مع المصانع وإنشاء المصانع الجديدة الخاصة بالطاقة الشمسية وتوفير خامات أو مكونات المصانع الخاصة بالطاقة الشمسية أو المحطات الخاصة بالطاقة الشمسية هو الأهم توفير الخامات ثم إنشاء محطات الطاقة الشمسية وأيضا استخدام الهيدروجين الأخضر وخاصة المصانع المتواجدة في الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أو المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس هذه هي المنطقة التي سيكون بها العمل بهذه المصانع الخاصة بالهيدروجين الأخضر وهذه هي الآليات التي ستتعامل بها الحكومة خلال الفترة القادمة للتعاون مع فجوة الكهرباء والوصول مرة أخرى لعدم انقطاع القراءة ربما هذه هي من أهم النقاط التي تحدث معنا فيها رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق فيما يمس المواطن بشكل مباشر أما بشكل عام فتحدث بالطبع عن أليات الاستثمار والتعامل مع المستثمر وفتح أفق جديدة للمستثمرين مما يؤكد على تخارج قطاع الحكومة يعني تعاضم دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتشغيل المصانع بشكل عام أو تشغيل المصانع يعني ربما التي كانت توقفت من قبل هذه الصورة بشكل عام والآن أعود عليكم مرة أخرى أشكرك جزيلا من العاصمة الإدارية كارين بيبرس